من الرباط ينضم إلينا أستاذ العلاقات الدولية دكتور تاجدين الحسيني أهلا بك معنا دكتور تاجدين في سكانيوس عربية بداية أبدأ معك حول أهمية هذا القرار الذي يوصف بالتاريخي بالنسبة لدولة الإمارات ودلالاته فعليا فعلا هو قرار تاريخي بكل المقاييس فهو من جهة يعطي دفعة جديدة للعلاقات الإماراتية المغربية والتي كما نعلم علاقات راسخة في التاريخ عرفت فعلا بعض الغيوم في مراحل معينة ولكن كل ذلك سينقشع خاصة مع هذا القرار التاريخي الذي سيعطيها وهجا جديدا وتطورا إيجابيا سواء على المستوى الاقتصادي أو على مستوى العلاقات السياسية أو على مستوى دور الدولتين معا في المنطقة العربية ثم وأكثر من هذا وذاك قرار يشكل أول مبادرة عربية في هذا الاتجاه خاصة وأن الإمارات العربية كانت من بين المشاركين الأوائل في المسيرة الخضراء التي بفضلها استرجع المغرب تحت قيادة العاهل الراحل الحسن الثاني الصحراء لتصبح جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني وبالتالي أعتقد أن هذا التطور المزدوج سواء على مستوى قضية الصحراء بحيث ينتظر أن تكون هناك مبادرات أخرى من بلدان الخليج ومن باقي البلدان العربية خاصة وأن حوالي 15 دولة إفريقية اليوم قامت بنصب تنصليات لها إما في مدينة العيون أو في مدينة الدخلة وبذلك فأعتقد أن الإمارات التي كانت سباقة دائما إلى فتح هذه الأبواب المهمة على المستوى العربي ستكون هي المبادر ولكن ستسبعها بالتأكيد بلدان عربية أخرى في نفس الاتجاه يعني ما الذي دفع باتجاه هذا القرار في هذا التوقيت تحدث حضرتك عن عشرات الدول الإفريقية التي خطت هذه الخطوة لتكون دولة الإمارات الدولة العربية الأولى وتتوقع حضرتك أن تنضم إلى هذه الدائرة دول عربية أخرى يعني إلى أي مدى أيضا هناك دورة الدبلوماسية المغربية في هذا الصدد الدبلوماسية المغربية لعبت دورة أساسية مثلا في إفريقيا بحيث عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي والدور الرائد الذي قام به العاهل محمد السادس فيما يتعلق بنشر آفاق التعاول الاقتصادي والسياسي والاجتماعي مع كل البلدان الإفريقية في إطار المصلحة المتبادلة والسياسة رابح رابح وكذلك الدور الذي أصبح يلعبه داخل منطمة الاتحاد الإفريقي في سياسة فيما يتعلق بالقضايا الحيوية التي تعيش هذه المنطمة بما فيها قضايا الهجرة بما فيها قضية استغلاد التراوات الطبيعية بما فيها تطويق تدخل القوى المهيمنة سواء من الشرق أو من الغرب كل هذا أعطى للمغرب مركزا جديدا رياديا داخل إفريقيا نفس الشيء داخل المجموعة العربية ونعلم جيدا أن الإمارات بدورها هي قطب الرحاء في توازنات الإقليمية في منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وهي مدعم أساسي سواء على المساعدة الاقتصادية أو الاستثمارات الكبرى التي تقوم بها في المغرب وبالتالي أعتقد أن فتح هذه النافذة من طرف الإمارات له أهميته القصوى في مستقبل العلاقات ليس فقط بين الطرفين ولكن في مستقبل العلاقات العربية العربية في فترة تعرف الكثير من التوتر في العلاقات الدولية وتعرف تحديات جسام ينبغي أن يمواجهها بالعقل وبالتحكم في أن طبيعة الحال هذه المسألة أنت وجود قنصليات هو إقرار بالسيادة الوطنية وترسيخ لها فيما يتعلق بهذه المنطقة التي ظل النزاع قائما بشكلها على المستوات هذه نقطة مهمة دكتور تاجدين الذي ذكرتها حضرتك بالنسبة للمناطق المتنازع عليها وما سينتج أيضا من خلال تعزيز التعاون الذي تحدثنا عنه في الشق الاقتصادي الأمني والسياسي كيف سينعكس فعلا على أرض الواقع سينعكس على أرض الواقع بطبيعة الحال القنصلية العامة في العيون ستفتح والقنصلية كما نعلن في إطار العلاقات الدبلومياسية والقنصلية التي ترسقها اتفاق يدينها لسد أفو 963 هي بوابة لمزيد من التعاون بين الطرفين على المستوى الاقتصادي أنا شخصيا أنتظر عدة استثمارات إماراتية كبرى داخل الأقاليم الجنوبية في كل من العيون وفي الداخل وعدة مشاريع مشتركة مع المغرب تعزز هذا التطور وهذه التنمية المستدامة التي يعمل المغرب جاهدا على تحقيقها في هذه المنطقة كذلك يمكن القول بأن هذا التطور في العلاقات التنائية ستكون له نتائج إيجابية بالنسبة لباقي دول المجموعة الدولية التي تعتبر أن الإمارات العربية دولة قوية ومهمة في الخليج العربي وفي المنطقة العربية ووجودها في الصحراء من خلال قنصليتها العامة ومن خلال استثماراتها الكبرى يعزز مزيدا من التواجد لاستثمارات أخرى ولدول أخرى حتى في الأوروبا أو في الولايات المتحدة شكرا لضيفنا من الرباط أستاذ العلاقات الدولية دكتور تاج الدين الحسيني ترجمة نانسي قنقر